اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتبة الوسود بطموح بلا حدود تواصل التحضير لموقعة ناميبيا المحطة الاولى في مشوار الكان على ارض احفاد الفراعينة بصفوف مكتملة حتى رفاق بن عطي الرحالة في ملعب التداريب وبروح الفرسان بدأ ايرفيرونارا الميران وعينه على خلق ذلك الانسجام المفقود في معسكر مراكش في الملعب مزراوية مرا وكذلك داكوستا في الحصة ايضا ابتسامة ترسم على هذا المحيا وذاك وفي الحصة ايضا تصريحات وان كانت مقتضبة تؤكد جاهزية رفاق زياش لملحمة ملعب السلام نحضر بشكل جيد وعملنا بجد لنكون على اهبة الاستعداد يوم الاحد ضد ناميبيا وسنواصل بنفس النسق لنكون في الموعد يوم الاحد في تشكيلة الاسود اسماء خبرت الكان منذ اعوام جربت اللعبة في الادغال الافريقية وتبحث اليوم عن بداية قوية امام ناميبيا من بين هؤلاء الاسد نور الدين امرابط صاحب عبارة اللي جاء باسم الله والذي لا زال على العهد ممكنك ان تشاهد الجميع يشعر بالسعادة فنحن فريق واحد ولقد نسينا كل ما حدث من قبل وتركيزنا الان منصب على قمة الاحد تعودت ان تلعب وسط نفس هذه الاجواء الحارة في السعودية ماذا عن بقية اللعبين لان الجو حار هنا نعم بالطبع ليس بالامر السهل ففي السعودية نلعب في التاسعة او العاشرة ليلا والان نلعب في التالت او الرابع عصرا لذا فالامر صعب على الجميع وعلي ايضا هل يمكن ان نقولها مرة اخرى لجاء بسم الله مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا ضيف خاص نوعا ما ضيف يكون في الكواليس ضيف هو احمد عبد الحميد هو السائق المكلف بالمنتخب الوطني هذه هي حافلة المنتخب الوطني سنركب ونرى بعض التفاصيل المتعلقة حق احمد مساء الخير مساء الفل حق احمد اليوم عندك تجربة خاصة ربما انك مع المنتخب المغربي لكرة القدم حتكون مع طول البطولة بتشوف تجربة ديزي والله تجربة كويسة اول حاجة احنا بنتشرب بكم على في وطنكم التاني مصر وخد بالسياتك فهو فريق محترم وفريق مرشح مرشح البطولة انت بتفهم كل اه طبعا تتعامل معهم ازاي هما بيكونوا ملتزمين بالمواعيد ملتزمين الناس محترمة والمعادة تمام التمام وناس بيحافظوا على العربية الناس تمام يعني طيب انت بيكون جنبك هنا في الكرسي دا ارفيرونا محد كلمته المدير الفني لا ما كلمتوش والله انا هما بيطلعوا كل واحد ملتزم بكرسي بتاعه باطلع انا بلتقوني جبوا ميتدربوا خلاص حركت اه بالنسبة لك عندك يعني نجم مفضل كده في المنتخب المغربي بتعرفه بتتفرج في موشاته مع انديته لا هما كلهم نجوم طبعا يعني فريق المغربي فريق نجوم انت من الزمن الجميل متذكر مين من نجوم المغربي المغربي البادو الزاكي عزيز بوتربالة تيمومي تيميمي تيمومي الفريق الجزامني الجميل هي ام الخطيبة حسن شحاتة وفاروق جعفار ده الجيل اللي هو العمالقة بتتوقع ايه المنتخب مصر لا ان شاء الله منتخب مصر ومنتخب المغرب ان شاء الله يبقوا في النهائي ان شاء الله انت عي تطول مشوارك مع المنتخب المغربي طبعا لا فريق المغرب من الفرق المرشحة فريق قوي وفريق محترم وبيلعب كل رنطيفة ده فريق المغرب وانا اتمنى ان النهائي من مصر والمغرب ما بتلاقوش زحمة في السكة كده ولا لا 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 الامن عندنا هنا ميسر الامور بطريقة غير متصورة يعني فيه متس يعني الامن والشرطة مأمنها للبحثة تأمين كامل ما فيش حد بدايقنا والامور مرحلو الحمد لله حاجة عبد الحميد عايز تقول ايه الجمهور احمد عبد الحميد تقول ايه الجمهور المغربي والله اقول لهم شجعوا بروحة رياضية احنا عايزون الروحة الرياضية في الملاعب سوى البطولة في المغرب في مصر احنا شعب واحد وطن عربي كلنا كلنا اخوة واشقاء اللي ياخد البطولة نقول له هالفه مبروك ولا نقول له هالفه لك شكرا لقطة اليوم سنتحدث من خلالها عن روح الجماعة ان صح التعبير وبطلها هو مدرب المنتخب الوطني ايرفي رونار كيف ذلك سنشاهد مع الصور التي ترافق هذا التعليق ايرفي رونار رفقة الطاقم الفني يساعدهم في حمل الشباك او المرمى الخاص بحصة تدريبية التي اجريت على ملعب حرس الحدود الطاقم الفني مع ايرفي رونار علاقة ود وانسجام وهذا يظهر من خلال الصور التي نتابعها الآن وهناك روح المجموعة السائدة في الطاقم الفني نتمنى ايضا ان تكون ما بين لاعبي المنتخب الوطني وهذا ما دلت عليها عدد من المشاهد والصور وايضا الحصص التدريبية المتتالية بهذا مشاهدين نصل لختام فقرة اليوم نوفل في الكان نلقاكم يوم غد بمواضيع جديدة ومتجددة كان معكم نوفل العواملة وعبدالصمد المنتصر من القاهرة اشتركوا في القناة